عقدان من احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان واشنطن تقرر صحب قواتها من هذه الدولة الآسيوية بعد تردد في البيت الأبيض إدارة الرئيس جو بايدن حددت نهاية أيلول سبتمبر كموعد لإنهاء احتلالها لأفغانستان الانسحاب يتزامن مع متغيرات جمّة في آسيا وإعادة الدول الفاعلة ترتيب الأولويات لعل الصدفة شاءت أن يكون جنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع ومشرفا على الانسحاب من أفغانستان وهو الذي بارك قرار الرئيس الأسبق باراك أوباما قبل عشرة أعوام بالانسحاب من العراق أوستن دعا بلاده إلى الاستعداد لصراع محتمل في المستقبل لا يشبه كثيرا الحروب القديمة مشيرا إلى حجد التقدم التكنولوجي وتحسين دمج العمليات العسكرية على الصعيد العالمي من أجل اتخاذ القرار والعمل بشكل أسرع الانسحاب الأمريكي محفوف بالتحديات ولا سيما مع تفاقم الأزمات في كابول وهشاشة الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن المد الداعشي الباحث عن موطئ قدم في منطقة تعيش على صفيح التوتر واستمرار احتفاظ طالبان بقوة عسكرية وازنة بدوره حذر الجنرال الأمريكي سكوت ميلر قائد قوات الناتو في أفغانستان حركة طالبان من أنها سترتكب خطأا فادحا إذا ما هاجمت القوات الأجنبية التي ما زالت في البلاد حديث ميلر جاء بعد تعرض قاعدة جوية في قندهار لإطلاق نار ووجه القائد العسكري الأمريكي تحذيرا واضحا لمن سيهاجم قوات بلاده خلال انسحابها طالبان أعربت عن استيائها من تمديد فترة الانسحاب وهي التي كانت التزمت بعدم مهاجمة الأمريكيين في حال إتمام انسحابهم في الأول من أيار مايو الحالي وهو موعد تم الاتفاق عليه سابقا موسيقى